السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بفيديو جديد ومهم جدا بتسمعوا كل كلمة فيه لأنه كتير مهم وكمان أتمنى منكم تشاركوه حتى يوصل لأكبر عدد ممكن قبل ما أدخل بمضمون الفيديو حاب أحكي نقطة مهمة جدا مثل ما بنعرف أحساب اليمين تفقد أن تشكل حكومة والحكومة رح تتشكل خلال الأسبوع القادم وكتير من الأمور والمقترحات اللي عم تنذكر ومتتداول سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام السويدية أو العربية أو ناطقة بالعربية وكتير من الناس متخوفين من هذا الموضوع حابب نبه لنقطة أنه إحنا لما منزل هاي الأخبار أو منحكي عنها حتى نوعي الناس بالواقع وشو الأحزاب عم تفكر أو عم تخطط إلوه لكن بالمقابل جزء كبير من هاي المقترحات ممكن ما تتنفذ على الأرض الواقع وممكن تاخذ وقت طويل قبل ما تتطبق لذلك لا تاخدوا أي مقترح بعين الاعتبار قبل ما يصير يدخل حيث التنفيذ يعني إذا ما ذكرنا أو إذا ما ذكرت الحكومة أنه هذا القانون رح يدخل حيث التنفيذ بالتاريخ الفلاني فما في داعي أنه كتير تفكروا بالموضوع وهلأ مندخل بمضمون الفيديو سؤال مهم جدا رح نجاوب عليه هل فعلا السويد رح تدفع مبلغ 400 ألف كرون لكل شخص بيقرر أنه يغادر السويد بشكل طوعي هذا الموضوع كتير داولته بعض المواقع العربية والصفحات على الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى ومثل ما شفنا بالفيديو السابق اللي كان بخصوص النقاط اللي تم الاتفاق عليها بين أحزاب اليمين من ضمنها السياسة الهجرة كان هناك بنو تتعلق بتشجيع المهاجرين على العودة إلى بلدانهم بدون ذكر المزيب من التفاصيل طبعا فيه مقترحات تانية على سبيل المثال منح المزيب من الصلاحية للشرطة ولمصلحة الهجرة السويدي بعمليات الترحيل بالنسبة للاجئين المرفوضين ومقترحات كتير تتعلق بهذا الموضوع حلونا نجي نحن لموضوع الاربعمائة ألف كرون هذا الموضوع هو عبارة كان عن مقترح لحزب زفارد ديموكراتنا اللي هو معادئ أو ضد الهجرة بشكل كامل وهذا المقترح كان موجود خلال يعني إقرار الموازنة السابقة موازنة الربيع واللي كانت تضمن تخصيص مبلغ مليار كرون لإعادة المهاجرين إلى أوطانهم بحيث يتم تخصيص حوالي الاربعمائة ألف كرون للعائلة حتى ترجع لبلدها طبعا هذا الموضوع شكل انقسام بين أحزاب اليمين بوقتها عن طريقة صرف هذا المليار فحزب زفارد ديموكراتنا كان بيرتقع أنه الأشخاص أو العائلات اللي بترجع على بلدها وبتغادر السويد بتخلى عن إقامتها فأني ممكن أنه يتم منحهم مبلغ أو مساعدة مالية قدرها أربعمائة ألف كرون للعائل الواحدة بدال مبلغ الأربعين ألف كرون اللي حاليا معمول به من قبل مصلحة الهجرة السويدي بالمقابل حزب المسيحي الديمقراطي اعترض على هذا الموضوع وقال أنه نحنا ممكن ندفع هاي الأموال لتنمية أماكن الصراعات والبلدان المجاورة لأماكن الصراعات أو الدول اللي فيها صراعات بحيث يتم استقبال هدول المهاجرين بهذه الأماكن وبالتالي لحد الآن ما تم الاتفاق على موضوع كيفية صرف هذا المليار طبعا بالنسبة لها هاي المساعدة اللي بتقدمها السويد للأشخاص الراغبين بالعودة بشكل طوعي إلى بلدانه فهذا موضوع قديم موجود أصلا بتلاقوه على موقع مصلحة الهجرة السويدية بعنوان بتلاقوه فيه معلومات عن شو هي الأمور اللي لبقى الشخص لازم يعملها حتى الدولة السويدية أو مصلحة الهجرة السويدية تساعده أنه يرجع على بلده من خلال على سبيل المثال دفع قيمة تذاكر الطيران وأيضا دفع تعويض مالي للشخص اللي بيقرر أنه يرجع لبلده بشكل طوعي ومن ضمن الشروط أنه الشخص يكون عنده جواز سفر يسافر فيه أنه يكون شخص ما عنده ما عليه ديون أنه الشخص لازم يحط معلومات لأي بلد رح انتقل وهل البلد اللي رح انتقل إليه سواء كان بلده الأصلي أو بلد آخر أنه عنده الحق أنه يقيم بهذا البلد ولازم يقدم إثباتات أنه ما عليه ديون أو في عنده اتفاقي لخط الدفع في حال هو الشخص كان عليه ديون وطبعا هذا الشيء ما بيشمل الأشخاص اللاجئين اللي عندهم إقامات وحتى أفراد العائلي بإمكانهم كمان يحصلوا على مساعدي لكن لازم أنت كمان تثبت أنه أنت ما عندك الإمكانية المادية أنك أنت تدفع تذاكر الطيران لأفراد عائلتك في حال حصولك على هاي المساعدة يعني مساعدة التعويض بدل تذاكر الطيران فأنت رح تخسر إقامتك بمجرد مغايداتك للصوية طبعا لازم الشخص يعمل إجراءات معينة منها أنه يملأ الاستمارة رقم 44-53 من موقع الهجرة ويبعثها لعنوان الهجرة الظاهر أمانكم على الشاشة اللي هو بمدينة نورشوبينغ ولازم مع هاي الاستمارة يرفق صورة عن جواز السفر سار المفعول وأيضا جوازات سفر الأسرة وأيضا توقيع الوالدين في حال كان عندهم حضان مشتركة في حال رح ينتقلوا الأطفال معهم وأيضا نسخة عن الدخل كمان لجميع أفراد العائلة سواء البالغين وأيضا الأطفال تحت سنة 18 وصورة عن إقامة أو فيزا في حال أنت كنت رح تنتقل لبلد آخر غير بلدك الأم بالنسبة للتعويض فبالإضافة لتعويض الرحلة يعني ثمن تذاكر الطيران لعنسبة مثال أو تذاكر قطار أو أي شيء يعني رح تسافر فيه ففيه تعويض مالي بقيمة 10 ألاف كرون لكل شخص بالغ و 5 ألاف كرون عن كل طفل تحت سن 18 بحد أقصى فالعائلة بشكل كامل مهما كان عدد أفرادها ما بتدرت تحصل على أكتر من 40 ألف كرون كاش من هاي المساعدة طبعا وهاي المساعدة أو المبلغ الكاش بتم دفعه عن طريق شيكات بعد ما الشخص يغادر البلد يعني هني بيتفعله تذكرت الطيران هو بيحجز بيسافر بعد ما يسافر بيبلغ السويد أنه هو يصار بالعنوان الفلان أو بالدولة الفلانية فساعتها مصلحة الهجرة بتقرر أنه تصرف له هذا الشيك وبتبعث له بالبريد وكمان هاي المساعدة ما بيتم دفع إذا أنت بس بدك تزور بلدك الأم أو حتى بدك تنقل أثاث بيتك على بلدك الأم وكمان هون ذاكرين أنه أنت أول شيء بتقدم الاستمارة والمعلومات اللي ذكرتها قبل شوي لمصلحة الهجرة وبعدين الهجرة بتبعث لك بريد على عنوانك وساعتها أنت لازم كمان بدورك تروح على وتعطيهم عنوانك جديد بالبلد الأم أو البلد راح تنتقل عليه يعني أن تبلغوا أنه أنت خارج بشكل نهائي من السويد وبعدها مصلحة الهجرة السويدي بتقرر أنه هي تصرف لك المساعدة إذا بالنسبة للأشخاص اللي حابين يعرفوا معلومات أكتر عن هذا الموضوع فبإمكانهم أن يبعثوا رسالة أو إيميل لمصلحة الهجرة أو يزوروا أقرب مركز لمصلحة الهجرة على عنوانهم أو إذا حابين يبعثوا بريد كمان على عنوان الهجرة اللي شايفين وأمامكم على الشاشة بينور شوبينج ليسألوا عن هذا الموضوع وهو مثل ما شايفين روابط القوانين المتعلقة بهذا الموضوع بالنسبة للأشخاص اللي عندهم أسئلة إضافية بإمكانهم يشوفوا على سبيل المثال أنه هم في سؤال أنه هل لازم العائلة كلها تنتقل مع بعضها خارج السويد فالجواب لا الشيء بيشمل الأشخاص اللي يعني هني مقررين أو العائلة مقررة أنه هن يرجعوا بشكل طوعي إلى السويد سؤال آخر أيضا أنه شو هي مصير الإقامة الدائمة في حال شخص انتقل خارج السويد فالجواب أنه مصلحة الهجرة السويدية تسترجع أو تسحب إقامتك الدائمة في حال قررت أنك تستقر ببلد آخر سواء كان بلدك لوم أو أي بلد آخر السؤال الأخير ممكن يكون هو الأهم أنه هل بإمكاني أنا استرجع إقامتي في حال قررت أني أرجع على السويد فالجواب هو أنه شخص لازم ساعتها يقدم على طلب إقامة جديد من خلال أقرب سفارة أو قنصلية السويدية وهذه الإقامة أو الإذن بالسفر إلى السويد أو التصريح لازم يكون جاهز قبل ما الشخص يجي على السويد يعني ما بصير هو يدخل على السويد بطريقة غير شرائية ويقدم على الإقامة لازم يقدم عليها بالسفارة أو بالقنصلية والخطوة التالية أنه بتم دراسة هذا الطلب حسب حالة الشخص في بعض الحالات ممكن السويد تقبل أنه تعطيه إقامة جديدة وفي بعض الحالات ممكن تم رفض الطلب وحسب الظروف اللي كانت محيطة يعني مثلا إذا الشخص غادر للسويد لفترة قصيرة جدا وحب يرجع وهو كان عايش في المدة طويلة بالسويد قبل ما يسافر فممكن أنه يتم منحه الإقامة من جديد طبعا ما بعرف إذا الإقامة رح تكون مثل ما كانت دائمة مثلا أو ترجع يعطيها مؤقتة من أول جديد نفس الشيء بالنسبة لأشخاص اللي مثلا سافروا بارات السويد بين سنية وثلاثة سنين لكن هني كانوا أكثر من أربعة سنين أو عاشوا قبل سابقا أكثر من أربعة سنين بالسويد كمان ممكن أنه هني يحصلوا على إقامة جديدة في بعض الحالات الخلاصة يعني كلما زادت مدة بقائق خارج السويد يشترط أنه تكون المدة اللي أنت عشتها بالسويد أطول يعني تقريبا بالضعف مرتين أو في حالة مثلا لمشمل إذا مثلا شخص رجع تزود شخص مقيم بالسويد وحب يعمل لمشمل من أول جديد فكمان هون ممكن أنه يحصل على إقامة جديدة بالسويد هذه كل المعلومات الخاصة بالعوضة الطوعية والإشاعات المثارة حولها وإيكنا نحن بنوصل لختام هذا الفيديو برجاء بذكركم تشتركوا بالقناة وتشاركوا الفيديو وشكرا المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته